نقدم لكم آخرة مستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد-19 ببلادنا فبين الساعة السادسة من مساء أمس والساعة السادسة من هذا اليوم سجلت 42 حالة جديدة لمرض كوفيد-19 ليرتفع إجمال الحالات المسجلة في بلادنا إلى 7,643 أي بنسبة إصابة ديال 21 لكل مئة ألف نسمة بالنسبة لحالة الوفيات ولله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لاستقر عدد الوفيات المسجلة إلى حدود الساعة في بلادنا بسبب هذا المرض في 200 أجوج حالة وفاة وينخفض بشكل طفيف معدل فتك إلى 1.6% بالنسبة لحالات التعافي انضافت والحمد لله 217 حالة التعافي جديدة ليصبح إجمال المتعافين في المغرب 5195 حالة شفاء تام وبالتالي يرتفع نسبة التعافي إلى 68% بالنسبة للحالات النشطة أصبحت اليوم تشكل 2246 31 منها توجد فقط 31 توجد بأقسام العناية المركزة والإنعاش أي تشكل 1.4% من مجموع الحالات النشطة وعودة إلى الحالات الجديدة فالحالات 42 المسجلة سجلت 22 منها بجهة تنجا تتوان الحسيمة 21 بمدينة تنجا في بؤر قديمة ما زلت نشطة وحالة واحدة بإقليم الفحص أنجرة 14 حالة سجلت في جهة الدار البيضاء 6 مع ظهور بؤرة صناعية صغيرة 3 حالات سجلت بجهة فاس مكنس وحالتين سجلت بجهة الرباط سلا القنيطرا فيما لم تسجل باقي جهة الملكة والله الحمد أي حالة جديدة وفيما يتعلق بهذه الحالات الجديدة 42 تم اكتشاف 36 منها في إطار تتبع المخالطين ونذكر بأنه إلى حدود الساعة تم تتبع 41.784 مخالط وما زال 5.764 مخالط رهنا التتبع الصحي ونختم بمعدل توالد الحالات الذي أصبح مستقرا ولله الحمد في الآوينة الأخيرة تحت عتبت 0.8 وبالتحديد اليوم يساوي 0.78 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين الكرام كان هذا التصريح اليومي لوزارة الصحة حول آخر المستجدات المحينة المتعلقة بوباء كورونا بالمملكة حسب مسؤول وزارة الصحة فقد تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 7643 حالة فيما يتعلق بحالات الوفيات فلم يتم تسجيل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية ليستقر عدد حالات الوفيات في 200 وحالتين وفاة بمعدل فتك لا يتجاوز 2.6 بالمئة حسب نفس المسؤولة أما فيما يخص حالات التعافي فقد تم تسجيل 217 حالة تعافي خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي بالمملكة 5195 حالة نسبة التعافي طبعا حسب نفس المسؤول وصلت إلى حد الآن 68% فيما خصى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية بالطبع جهة طنجة تطوان الحسيمة تصدرت بـ 22 حالات لها جهة البيضة بـ 4 عصرة حالة مع ظهور بؤرة صناعية صغيرة إذن كانت هذه أبرز المعطيات التي تضمنها التصريح اليومي لوزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر